لو جيت تتكلم على خط النص فانت في الزمالك دلوقتي تتعندك اقوى خط وسط في مصر وفي افريقيا شيكا زيزو عبدالله السعيد ناصر ماهر اوباما احمد حمدي نبيل عمد دونجا شحاتة زياد كمال مصطفى شلبي نضاي مهابي ياسر محمد عاطف كل دول معك في خط النص في الهجوم عندك سافة الدين الجزيري هدف العرب ومهاجم تونيس طبعا مميز جدا معاه ناصر ماهر معاه سامسون اكينيولا فانت بتتكلم على صفوف متكاملة بتتكلم ان انت حراس المرمى انت مش شايل هم خلاص انت في الدفاع ايضا مش شايل هم بعد دعم صفوف الفريق فخط النص انت برضو مش شايل هم هجومك الحمد لله كويس جدا فالحمد لله انت مش شايل هم زي الاول وعندك اوراق ربحة كتير جدا موجودة معاك عندك لعيبة تقدر تقلب لك موازين اي مباراة انت داخل فيها فانت لازم تأكد في الحتة دي بالذات ان انا عندي ثقة كبيرة جدا في لعبتي الثقة دي لا حدودة لها عندي ثقة كمان على فكرة في جوزي جومنز المدير الفني برضو لا حدودة لها ولكن المطلوب دلوقتي الدعم سواء هنا في قناة الزمالك من جماهية نادي الزمالك ضروري جدا الفترة الجاية ان انت تكون مع لعبتك ضروري جدا انت تكون مع مدربك الفترة الجاية فترة صعبة كل لعيبة نادي الزمالك دلوقتي محتاجة ان انتوا تكونوا معهم وبما يعني ما نبنتكلم لحا خلاص عندنا ضغوطات الفترة الجاية فضروري جدا ان انت ما تحكمش برضو على اي حد من ماتشة او اتنين بلاش دلوقتي نطلق الاحكام خلونا بقى كل ده يبقى في نهاية الموسم خالص ولكن الفترة اللي جاية دي انتوا كده كده مش محتاجين حد يقولكم ادعموا الصراحة انتوا حتى في الاوقات الصعبة كان ده اكتر وقت انتوا بتدعموا فيه الفري فما بالك دلوقتي وانت صفوفك مكتملة وانت معاك مدير فن يا جنبي وانت معاك جهاز معاون على اعلى مستوى وانت معاك ادارة محترمة بتعمل باحترافيها شديدة جدا معاك بكل الملفات معاك ادارة بتحقق لك كل احلامك فاعتقد ان الاستقرار اللي احنا عايشينه دلوقتي او الطريق اللي احنا بنسلكه دلوقتي بيوصلنا في النهاية ان احنا ان شاء الله المستقبل بتاعنا ولينا وان انت الفترة الجاية تقدر بسهولة جدا تحصد البطولات صحيح الطريق صعب ولكن انا وثقة ان فريقي في الوقت الحالي بالذات يقدر يقدره بنسبة مليون في المية ولكن كل اللي محتاجه بس ان احنا نقف جنب لعبتنا ندعمه بشكل كبير جدا يحسوا قد احنا موجودين على فكرة مش شرط الدعم ده ان انت بس تروح الماضي وتعاطف المدرجات دعم السوشال ميديا بيوصل كل اي دعم من اي نوع يا جماعة للعيبة ده بيوصل للجهاز الفني جزيج مامز المدرجة البرتغالية انا بشوف ان هي بتنجح جدا مع الزمالك فبرضو محتاج دعم كبير جدا مننا بس فلكن ان شاء الله الفترة الجاية اعتقد ان احنا يعني مستقبل زي بقول لكم بتاعنا وان شاء الله فترة جاية تبقى فترة خير وتقدر ان انت ماتش وارا ماتش مباراة مباراة تاخدها على ان مباراة انت بتلعبها دي مباراة كياس حتى في الكنفدرالية اللي انت ضامن نفسك فيها برضو ضروري جدا انك انت تحافظ على مكسبك ضروري جدا انت تحافظ على تأهلك وسعودك وتحافظ على المستوى اللي انت وصله انت محتاج تبني على الايجابيات اللي فاتت محتاج تعالج السلبيات اللي انت لحظتها سواء بقى في الوديات او على اي لعيبة بغير ان انت كمان ان شاء الله مع عودة لعدتك المصابين كل ده بيوصلنا لانت انت هتنجح انت الفترة الجاية ماشي صح في طريق النجاح طريق الاستقرار مش نقصنا حاجة بنيتنا الى حد كبير جدا زي ما بنطمح زي ما احنا دلوقتي ماشينز او زي ما احنا دلوقتي بنعيش الأجواء الاستقرار اللي كلنا كنا بنحلم بيها بنعيشها الصورة زي ما احنا دلوقتي الحمد لله كويسة جدا 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 ودي احدا من الحاجات اللي كانت بتهمني من انت فريقك او نديد بصورة زي ما احنا سمعنا كتير جدا لتصرحات ان لعيبة هي اللي كانت بتسعى وبتموت نفسها عشان خاطر وبتتنزل عن مستحقات وغيره 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 بس عشان خاطر تنضم لصفوف الزمالك بس زي ما احنا محتاجين لفترة الجاية دعموا حضراتكم ان شاء الله للفريق شكرا